السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع يعرفه من هو قريب من الجمعيات يعني الملك محمد السادس صلى الله وضع أمر للجمعيات وميزانية مادية مالية كبيرة جدا خاصة بالجمعيات المبادرة الوطنية لتنمية البشرية حال هذا المال حال كفحال كثير من المؤسسات التي تصرف فيها أموال ملايين ملايير ولكن لا زال الحال هو الحال يتغير بفضل الله تعالى لكن سير السلحفات يعلم من هنا أن المأموال تنفق لكن تصرق وكان تكلم من واقع أعيشه أعرفه جيدا الحكم عن الشيء فرعا عن تصوره مني نشوف مثلا فقير يقول الله عوني أعرف أن هناك من أكل ماله صحيح يعني لو عملنا دراسة الجمعيات كم ينفق عليها من ملايين وملايير في المغرب أرى 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 تحمق يعني أموال بالجملة تعطى للجمعيات يعني من السهل على أنك تعمل جمعية ويكون صاحبك رئيس الجماعة ويكون عندك مسؤول على الجمعية تعرفه وزيد وعمر وكذا تأخذ منحة والمنحة هذه قد تقدر بعشرة الملايين وماذا تصنع بها هل ستحاسب الحساب عنده ممرات وعنده فجاوات المخرج موجود أين ذهبت؟ في الفلات والشقاقي والصفري على حسب وأعرف ملفات خطيرة جدا ولهذا تجد الشباب جمعيات رياضية وأهل أهل جمعية ومن يحطون يحيطون بها ويسكونون بداخلها أو حولها يعانون أشد ما يعانون من نفس خاص الجمعية أحماق أنت ولد سطا فكر معي في الحي مجموعة من جمعيات لها إطار رياضي تخصري وملاقينش حتى كورا ملاقينش حتى ملعب حتى حيذا حتى قاميوس وإذا كان حتى الملعب يسيس انتخب علينا أعطك التيلان ما تنتخبش علينا ما غيرتاخدش التيلان خلصوا العب أولا يكون صاحبك ورئيس الجماعة ويطلب عليه باش تجيب دريت انتخبوا عليه أو لو وليديهم ما هذا العبث شهد حماق هذا جمعيات ثقافة والسخافة لا شي جمعيات السياحة والداخلية ملاقينش حتى كورا يديهم حتى سيدهم ملعقوب يعني هناك هنا الحمق باقي ما نقولوا إحنا غيرت ديهم الأوروبا ويديهم الدول كذا ولا تركيا إحنا كنقولوا غيرت دخل المغرب لا قيل المشاكل هذه الجمعيات يأخذون الأموال أموال الدولة كالتعطال فرض كي يجي باسم جمعية موهومة جمعية يعني شكلية سورية عندها رئيس قانونية فعلا عندها رئيس عندها نائب عندها أمين الصندوق عندها المستشار عندها كذا والجمعية يسيرها ربعا ويأخذوا الأموال ثم تبقى غير سمية الرئيس ويجيب الناس آخرين أو دوالك أو شيء من هذا والغاية أن تؤسس من أجل أخذ المال وليس أن تؤسس غيرة باش يحيدوا التدخين يحيدوا الإذمان يحيدوا الفقر لها شاشة يحيدوا الجهل اللي قابع في عقول الناس ولا إلا الجخص وميتحيش للتحيرة اللي مشكل طيب الأمية هذه الأمية اللي خلت تحارب دخلت إلى جمعية وعملت الكاميرا يعني هذه ملفات ساخن أنا خاف نتكلمها مش الحبس وغنولي المشاكين مع ذلك الناس ونمساعد معاهم مشاكين معديش مشكلة لأن الحق لأن بلادنا هذه كان غيروا عليها صراحة أنا ما كنتكلمش من أجل الفضفاضة وبغي نتشار ولأن الحمد لله يعرفوا جيلاس كنتكلمنا على الحق ولا تكلمنا أنا ولد منطقة شعبية ما ننسوش الفضل بديننا من الحي شعبي ولا الحمد لله مننا فضله عز وجل ولكن عرفنا به بالاستقامة وبالغيرة على الدين وبالدعوة وهذا هو من اللي كنصغر ما عمرنا سبيلا ولا عين والضبار والحمد للعالمين عرفنا به هذا وحيدنا منه بقى الصورة هي الصورة بفضله عز وجل وحينما نأتي نرى إقبال الناس ويقبوا تنشكوا وديانهم وكان عرفوا شنو كين وكانت دخلوا وكانت حاولوا نصلحون بينهم وكانت فاضل كين واش لقى الشباب الحي شعبي ما نقش أبسط الأمور علاش مع أن جالة الملك حفظه الله يعني عام الأمور كثيرا للشباب أنا كنتكلم ما يقولش لي واحد كتزلة في القصر وللملك كنتكلم بالحق أنا كنتكلم بالحق هناك فعلا ميزانيات وخولت دولة تخولة للجمعيات ننتدر جمعيات وبعدك ميزانية ولكن فيك تمشي أكي اللي عامل فعلا الصناعة التقليدية وجيب مكينات وكذا وكذا ولكن يعني على الأقارة الريحة كتشم كين شي أكسيجين كين شي حاجة كيعمل فيها أكي اللي ما يعمل والو بالمرة دهى كلها خلا درب الميز سوزاد شكولك يأيدوا هذا الإنسان شكولك يأيدوا واحد وجوش ثلاثة وربعة شكولك أيدهم هذى الجمعيات بتنعرف شكولك يسيرهم شكولك يحاسبهم من أين لكم هذا في مشكل المال وهذا هو الخلل اللي كين سواء في الجمعيات هذية أو غيرها رأى عالمي في فقص يعني هكا نتكلمون أنا غير عن الجمعيات من اللي ولي شاب مسكين شباب من ست سنين سبع سنين حتى ثلاثة وعشرين وسبع عشرين وما لك كين ميت دار وما لك كين ميت دار على الأقل دور الشباب اللي هي ميت أنا بريدنا نفهم دور الشباب اللي هي شبه غائب مش غائبة أصلا دور الشباب تلقى ساكنين فيها غير نتكلم بالعامية وما نتقصدش الناس غير جير الذان والفئران ها شو للمكتاب الخوية على عرش هم كين تكتب ولا نص كتب شو مكتب كينين حواسب يستغلوا من الولاده ممكن رئيس الجمعية لم يجيش اصلا عاد التفوض هو غير القرد يعني حلو يسد ودائما غائب مكنش وغيره كثير مصائب ملفة سوداء حارق اموال اموال كتتحرق اموال بالملايين وفي حين ان الشباب ملاقينش بغيت تحربوا الادمان وفي حضور الشباب والجمعيات ديروا انشيطة الله يجزكم بخير وحتى الان عالش جاءت الجمعية الرياضية وجاءت وزارة الشبيبة والرياضة ودير ملاعب القرب وهاد ملاعب القرب تسنوا المصائب يغيقعوا فيها الان كي اللي بتيزاز خاص دراني اللي ما خد درامش يجمعوا 60 درام ومية درام باش يعطيوا باش تخلوا لعبوا مع الناديال الدولة واش اوروبا كنت شي اوروبا دخل العفابون غير لعب طبقا كلها غازو كلها مقادة وغير لعب احنا غايولي يحتاكروا باش ويعطي السيندرام للفرقاء باش يلعب باش حال ساعة ساعة ديال المقان يلعب بها ويخرج البالون من عنده اللبسه من عنده وبغيه هو غير ساعة ويخلص عليها وياتها ريقى وقته يقبل كله عليها وفين هو هذه الجمعيات اللي كانت تأخذ هذه الأموال وملايين شو دسنا في التقاف في محاربة الأمية في البطالة في الفقراء اللي في الدربوا في الحي وانتوما أضرابهم فين علاش هاتشي كان باش نتدير بارتما تقول نرابا مدى حدي ما حدو سخون ندير بارتما وندير فيلا وندير 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 لهذا كان قول لكم الله يزاكم بغير اللي ما عندوش الغيرة علاش ميدان بلا ميدخل ليه اللي ما كيحبش ميدان منقلبه بلا ميدخل ليه لأنه غادي مش افترق خران وهذا هو اللي وقع حاليا لابد من محاسبة الجمعيات والجمعية اللي كانت تلقى أنها مقام تشوي الأمر اللي ما نوط بها وبتصامتين تسمنها الرخصة والتغلق لها والتعاقب باش يكون عبرة لغيرها مش يزيدها مال على مال ودعم على دعم راهد شي بزاف ولا يبشروا بالخير السلام عليكم ورحمة الله